في رد قوي وسريع على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تأتي الرياح بما تشتهي سفينة الوفاق بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس وعلى رأسهم رجل الأعمال الروسي ييفينغي بروجين الملقب بطبخ بوتين والذي دعم حفتر من خلال فاغنر وتورط في جرائم عدة جنوب العاصمة نهيك عن السيطرة على عدد من الحقول والموانئ النفطية وتمركوزهم بها هذه الخطوات السريعة تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي المتوافقة مع الولايات المتحدة في كبح جموح الدب الروسي في ليبيا ومنع تمدده في المنطقة وهذا ما يعكس التحركات الدولية الأخيرة التي تضيق الخناق شيئاً فشيئاً حول الحليف الأبرز لحفتر الجريدة الرسمية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن ذكرت أن العقوبات بسبب تقديم الدعم لأنشطة فاغنر في ليبيا والتي تهدد سلام البلاد واستقرارها وأمنها وتورط مجموعة فاغنر في انتهاكات متعددة ومتكررة لحضر الأسلحة في ليبيا المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن بما في ذلك تسليم الأسلحة ونشر المرتزقة في ليبيا دعماً لحفتر إضافة للمشاركة في عدة عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق التي أقرتها الأمم المتحدة وسهمت في الإضرار باستقرار ليبيا وتقويد العمليات السلمية